يتواصل القمع ضد الشارع السوداني المنتفذ ضد حكم العسكر لجة أطباء سودان المركزية أعلنت في بيان لها عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما يقارب مئتي متظاهر بمنطقة أمدرمان برصص قوة الأمن قمع المظاهرات قبل بتنددات واسعة هذه المواكب ووجهت بعنف مفرط لم يكن يستخدم مسبقا تم إغلاق الجسور والكبار التي تربط أطراف العاصمة السودانية قبل ليلة وتم استخدام الغاز المسهل للدموع بكسافة سمعنا أصوات الغنابل الصوتية والرصاص الحي أيضا في عدة أماكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس بحثة الأمم المتحدة في السودان يونيتاينس أعربا في تغريدات عبر تويتر عن قلقهما من سقوط ضحايا وسط المتظاهرين فيما اعتبرها متتبعون مجرد تويتات لشد انتباه الرأي العام السيد وزير الخارجية الأمريكي دوما يوزر تصريحات ولكن على أرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية لا تغب باللازم تجاه الموجودين على سدة السلطة في السودان هذا الأمر تجاوز السودانيون في خروج إلى الشارع في مطالبتهم بالدولة المدنية مؤكد أن ما حدث بالأمس أغلق كثير من سبل الحل والوساطات التي كانت تجري المجتمع الدولي كله لم يظهر مواقف تؤيد السودانيين في مطالبتهم بمدنية الدولة في رفضهم للانقلاب العسكري بالمقابل القوات المسلحة السودانية وفي ردها عن الاتهامات قالت في تصريحات صحفية إن السمرار المظاهرة في شكلها الحالي يعتبر استنزافا ماديا ونفسيا وذهنيا للبلاد وإهدارا للطاقات والوقت ولا جدوى منها